وبالتأكيد حلقة واحدة لا تكفي أبدا للانتصار لمرب الأجيال الذي بات ملطشة لرسامي الكاريكاتيرات ونموذج سخرية لبعض الممثلين الهزليين مما وصل له من انحدار في المكانة الاجتماعية للأسف الشديد أمام عين الوزارة وسمعها فيما الأمم المتقدمة تكرمه وتشرفه وتمنحه أرفع المستويات واسمحوا لي هنا بتوجيه رسالة لأب المعلمين والمعلمات في هذا الوطن سمو الأمير فيصل بن عبد الله بأن ثمة جفوة يا سمو الأمير بينك وبين معلميك واستمعت اليوم ربما إلى ما قالوا وسبق لي القول بأن هؤلاء جنودك وإن لم تضمن ولاءهم وحبهم لك فكل ما خططه ومساعدوك ونوابك سيكون في مهب الريح لأنك تعلم أو لا تعلم أن المعلم هو الركيز الأساسي في كل تعليم الدنيا وبدونه لا تتم أي عملية تربوية وهذا الولاء والحب من المعلم لمهنته ووزارته لن يأتي بالشعارات أو التطبيب عليه في يوم المعلم بكلمة مستهلكة لا تسمن ولا تغني من جوع بل بالسعي لإيجاد الحوافز له كي يعطي ويتم مهمة على أكمل وجه والتاريخ بما سمعت اليوم سيكتب كلمته في إدارتك لهذه الوزارة والله والله لن يكون الفيصل سوى كلمة هذا المعلم المثقل بالحصص وتلك المعلم المتغربة عن آلها وتلك المرأة التي تجري فيك وليس الوزارة كي تتعين هؤلاء هم من سيقولون كلمتهم فيك لا تلك الدورات الكشفية أو تغيير شعار الوزارة أو المسابقات الصورية لا البرامج التي خطط لها من سبقوك بل هو المعلم فاحرص يا سمو الأمير على أن تنفعه وكن كغاز القصيب يرحمه الله الذي بذل جاهه لينفع من سوبيه بالسكن وإلى الآن يذكرون له تلك المأثرة هل يعجزك يا سمو الأمير أن تستنفر نفسك وجاهك لتجلب لمعلميك التأمين الصحي وتسبت أولئك المعلمات البديلات أو مرب الأجيال ببدل السكن وقد أولاك الله المنزلة القريبة بما قال ضيفي من أصحاب القرار كم سيمتن لك هؤلاء المعلمون والمعلمات بدلا من حسم إجازاتهم أو تبديد مكافآت نهايات الخدمة عليهم أو لطمهم كل صباح بقرارات عشوائية تعود فيها التاريخ لا يرحم يا سمو الأمير فأدرك نفسك بمأثرة يتذكرها لك قطاع التعليم بدلا من هذه الصورة الشائعة التي أتمنى عليك أن تكلف جهة قياس محايدة لتعرف نفسيات معلميك عن وزارتك ومهنتهم المعلم يا سمو الأمير وكلمة لإخوة المعلمين المتضررين بأن طالبوا بحقوقكم ضمن الإطار المشروع ولا تلتفتوا لتلك الأصوات الخارجية والحاقدة التي تريد الاصطياد في الماء العكر بما قال ضيفه الأستاذ السحيمي فهذا وطننا هو في الصميم من قلوبنا نضحي لأجله ولا مجال أبدا لعدو متخف يريد ضرب استقرارنا عبركم نلقاكم الأسبوع القادم هذا عبدالعزيز قاسم يحييكم